السلام عليكم أخوتي المغرباء كيف حالكم تمنى تكونوا على خير وبخير ما هاد الحجر الصحي ما تقنطوش خليكم دائما محافظين على الصبر ديلكم وان شاء الله هاد الجائحة وهاد الأزمة هاد يدوز بإذن الله ونخرجو سالمين بإذن الله منها غير نصبره وما نخافوش اليوم ان شاء الله غاد ندويه على واحد برنامج معروف شهير هو برنامج تسمين لي اسميته الفوتوشوب نعم الفوتوشوب الكثير منا يريدوا تعلم هذا البرنامج دعوا معي الحلقة وما يكون ذا الخير إذن هذه هي واجهة البرنامج بعد التسطيب وأنا أنصحكم بأن تسطيبوا أو تنستليوا النسخة الإنجليزية التي تدعم اللغة العربية حتى لا تجدوا مشكل في الكتابة باللغة العربية لأن الأغلبية للناس ينستلوا أي نسخة كتكون الفرنسية وكيف يريد أن يكتب بالعربية كتعطي الكتابة مقلوبة وكيف يبقى ضعيك في الكتابة كيف يكتب والنصحة هي أن جميع البرامج دي الأدوبي أو جميع البرامج بصفة عامة في النظام أو الأنظمة المعلوماتية أنا كننصح باش الإنسان يتعلم الإنجليزية ويأخذها بالإنجليزية لأنها هي الأصل لأن هما اللي صنعوا هاد البرامج هذي بكل واقعية باش ما نكونوش كنا الآن كننخدم على النصحة الخفيفة من السي اس سانك لأنك ما كان عارفوا أنك النصح كتير من قديم وما قادين في النصح حتى وصلوا لبا الالفين وعشرين للسي اس سي نحن دا بقى نخدمه بالسي اس سانك الخفيفة دا بندلكم الرابط باش تحملوها في صندوق الوسق إن شاء الله المهم هذي هي الواجهة بعد التصطيب الآن غادي نمرو لفتح ميلف وغادي نشوها القائمة الفقانية اللي هي المنو أو القائمة كما كتشوفوا الكورسور اللي كامشي فيه هذي القائمة هذي الأفقية كتسمى المنو فايل بالإنجليزية بالإنجليزية هي فيشيه بالفرنسية هي فيشيه إذن اللغة العربية هو واحد المستند أدي نديرو نيو أو جديد أو نوفو نديرو نيو وكن نختاروه طبيعة الحال كما كيجينا هنا هذي النفيدة هذي فيها أبداً يعني لا تتويله احنا أولا الاسم ديال لوكومنت اللي غا نخدم عليه مثلا احنا هنختاروه هذي الورقة اللي غادي نشتغل عليها كم مقياس غا ناخده فيها والمعايير اللي غا ناخدوها إلا كنا غادي نشغلوها في مجال ويب فقط يعني غا تظهر غيف الشاشة الحاسوب عندها واحد الأبعاد وإلى كنت غادي تخرج للوجود أنها غادي تخص 50% تمشي المطابع والطبع عندها ابعاد اخرى فاحنا غادي اليوم ناخدوغي الامور القطقة نختارو الواحد الورق معروفة هي اكاتخ وبالزر بالنس تعرفوها او لما تعرفاش هي لو غيرنا نقولو تقريبا اللي كتكون في الدفتار هنا غنضيرو هنا يعني الورق معالمين اللي معروف غادي نختارونا في بلاس اسيس غا ناخدو اكاتخ انا اليوم غادي ناخدوغي الشي قطقة من بعد هدي ندخلو في هذه الحيتيات احنا بعدها نتعلموه بعد كما نقولو هاد الفوتوشوب نتعاملو معه يعني في اللغول ديالو باش ما يخلعناش لان بزاف الناس كيخلعوه هنا يا كما كنلاحظو الويدث اللي هنا الويدث بالانجليزية بالعربية هو العرض وهنا الهيت هو الهيت بالانجليزية وبالعربية اللي هو الارتفاع احنا بالنسبة لنا غا ناخدو اكات كما هي كما اعطوها هنا تخذي فيني كما كنقولو ناخدوها كما هي بكليكين على اكات عطانا هاد المعيار احنا غا ننشيو نديرو اوكي بلا ما نهضروف هاد الكولور مود لانها الكولور مود هو اللي هضرنا عليه ده بعد الى كنن غا نستعملوها باش تظهرنا غايف شاشة الحاسوب او نشوفوها غايف مواقع الويب او المهم على الاقل مهم شاشة الحاسوب كنخلوها على هاد الموض اللي هو ارجي باي اللي الابريفياتيون ديالو هي ريد جرين بلو يعني الاحمر والاخضر والازرق ان الطابعات كان اللي كيشتغلو غيب ثلاثة متاع الالوان وكان الطابعات اللي تشتغلو بالاربعات الالوان اللي هي سي ام واي كي بالانجليزية اللي هي السيون الماجنتا واليالي والبلاك هو السيون هو البلوسيال والماجنتا هو الغوزي اللي غنا نقولو واليالي هو الاسفار والكا البلاك هو هاد الكا الاسود اذا نحن غا ناخدوه كما قلنا في نبلو لعطاه النا البرنامج ارجي باي لان نحن غا نشتغلو ده با غي في الحاسوب ما غاديش نخرجوه للمطبعات البعد نولي وندوي فاد مسألة هنا الباكراوند كانت هنا كيفاش غاديكون يعني الخلفية هنا اختارينا white يعني الخلفية غا يعطيوه بيضا اختارينا transparent غا يعطينا الخلفية شفافة وهنا ايلا بغينا نختارو background color غادي ناخدوه background color اللي كان هنا في هاد الجانب الايصر اسفاله كان هنا واحد جوجد الالوان كي يبنى هنا بارضي فوق الابيض والاسود الاخدنا background غا ياخدونا الابيض والاخدنا foreground كي ياخدونا الاسود اذا احنا بالنسبة لنا غا ناخدوه كما كانت white وغا نديرو اوكي احنا سنبدعو هنا هدي الفورما او المقياس او المقاس ديال الورقة اللي غا نشتغلوا لها و اللي افترضناها هتكون اكاط اللي في المقياس متاع ورقة ديال الدفتر الان غادي نجيو لهاد الجانب الايصر اللي فيه صندوق الادوات هاد صندوق الادوات باش ما نطولوش كي بدنا هنا بواحد الادات متى السلق الادات متاع الموف تول الادات ديال التحريك فاش كتنفعنا التحريك دابا لحد الان الورقة خاوية خاصنا ورقة اخرى اللي غادي نشتغل نديرو فيها واحد الادات واحد مثلا اه مربع اللي كنشوفوه تحتد ادات تحريك كما كان عارفو ان برنامج الفوتوشوب كيشتغل بنظام طبقات طبقات الاجين نشفنا هنا على اليمن فين كي تشوفو الكيرسور دابا هنا فين كي يكونوا الطبقات اللي حد الان كينا هنا يا الباكراوند كينا عندنا هي هاد الورقة البيضاء اللي قدنا في الاول واليها واحد العين هنا وعليها واحد القفل واحد القفل هذا القفل يعني ما يمكننا نحركوها الى درنا كده حركنا تعطينا ميساج إلا بغينا نحيد القفل عادي يمكننا اللعبو بهذه الورقة بيضاء رضوها شفافة وهنا هاد العين يعني انها رح نكا نشوفوها إلا بركنا على العين حتى قصنا حتى ندرز اكتيفي وهذا القفل ونبركو على العين عاد كتختافي المهم احنا غادي نزيدو واحد طبقة يعني الطبقات باش نوضحوا الاخوان اللي ما عارفين شو الطبقات هي لابغينا نقولو قبطنا ورقا فوق ورقا فوق ورقا فوق ورقا فوق ورقا فوق يعني كيمكننا نحذفو غير ورقا من ذوك الاوراق اللي اشتغلنا بيهو وبقاونا الاوراق الاخرين مثلا قدي ناخدوه مثلا هنا باش نضيفو ورقة هاي التحت اكتوب هنا ايه اضلاير او create a new layer يعني خييي امنوفو calc كنكليكيو عليه تعطينا واحد طبقة هنا جديدة هنا كيمكننا نديرو اللي بغينا في الطبقة الجديدة حسنا نرسموه وهذا الصندوق هذا الادوات اللي على الايصر هو اللي فيه ادوات الرسم هذي نجيو الادات اللي امتحت تحريك هذيك ادات تحريك فقط هيك تصلاح غير تحريك فوقاشا احنا ما نشوفو كيفاش نحركو كنجيو الادات اللي امتحت منا كالقاو المربع وفيه خاصيات بزاف هو هذيك الابتوتيت فلاش اللي كتبنا او واحد سهم صغير ورعنا لكليكينا عليه ولكليكينا مطولا يعطينا هنا الخصائص ديال هاد السيلكسيون او ديال الادوات المربع عندنا والدائرة وهنايا واحد واحد إلا بغينا نقولو كيرسمنا واحد الخط اوفوقي وهذا كيرسمنا واحد الخط اوفوقي وكيمكننا نملؤه نملؤه بلون وربما يصبح لنا مستطيل اذا احنا غن نشوفو الادة الاولى اللي هي المربع وغادي نرسموها كما بغينا احنا كما بغينا احنا كما شفنا الرسم اللي بغينا احنا ما تانا اعجبني غيحد لنا هوا بقى مسيلكسيوني كنلاحظو انه مسيلكسيوني اذا باقي قنا نملؤه نملؤه بهاد ادات السطل هاهاها هاها ها 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 هاد ادات هذه ديال السطل انكليكي عليها وناخدوه اللون الادة هذي اسميه التلوين هذي باش كننلونه اداة التلوين كنناخده اللون ليش فينا نايف هاد الجوج الالوان اللي هدرنا عليهم مسبقا كالفورجراون اللي هو اللون الامامي وكاللون الخلفي اللي هو في الباك جراوند حنا الى عمرنا دابا الى كلكينا على السطل السطل مباشرة انا عمرنا باللون الاسود اللي دائما هو كيكون في الامامي اذا غان نكلك فوقاش غان نختار ذاك فوقاش هناك يمكننا باش نختاره باللون الامامي والخلفي الى مشينا لواحد الادة الفوق من بعد ونشوفها باش ما يختلش عليكم الامر احنا غان نقوده بغيف اللون الامامي هو الاسود او الى بغيت نبدل الاسود غادي نجيل هاد العبالت اللي كتبنا هنا هاد الالوان وغان ناخد مثلا شي لون ناخد مثلا هاد اللون هادا هاو الشي هاد الارانج هو تغيرنا هنا يا دابا كي مكلم بالملؤ بالارانج كان وارك في الوسط داخل هاد التحديد وكان كليكي هو تعطينا اللون هانا باش نحيدو هاد الاسالكسيون نحيدو هاد الاسالكسيون كنجيو بردون انا اكل كسبة كنجول هاد سالكت الفوق في المنو المفتاح هاد المفاتيح اللي عندنا الفوق في سالكت يعني اللي كتخصي السالكسيون ونضير داسالكت او اللي راكورسي ديالها او الاختصار ديالها هو كونترول اللي كي يكون عندنا في لوحة المفاتيح لتحت ننضير داسالكت هو غادي تحييض لسالكسيون هنا غادي نكونو ارسلنا واحد المربع باللون البرتقالي وهنا دا بغا نرجع الادة تحريك اللي هي الفوق ونكليك عليها وكيمكننا نحرك هاد المربع كيفا ما شئت فاش نعطيه شوف نحطه انا بناء على تصميم اللي بغي ندير هنذا بلا بغينا كينا واحد مسألة باش نتعود على هاد على هاد الحركات كينا واحد مسألة هنا كيما قلنا هو طبقة هادي زدناها فهلا بغيت نضيف مربع اخر اشنو غا ندير هنا في بلاس منو اللي عاودنا نرسموه بنفس المقياس انا غادي نزيد غير طبقة اخرى يعني غادي نسخط طبقة هادي باش نكليك عليها وندير ندير ديبليكيت لاير او ديبليكي لكالك يعني ندير نصخة مشابهة لهات الكالك هو غا يعطيني نسميها كيف ما بغيت او نتركها كيف ما بغيتها كون ديغي اوكي غادي تلاحظوه تزدت لطبقة اخرى بنفس الرسم اللي والمربع بعض البرتقال فهنا الى بغيت نحرك هادا غادي نشعود نفس الادة متاع التحريك ونحركوه باش نجيبوه قريب لي شوية او الجنب مثلا انا بغي ندير ها التصميم هذا كذلك بغي نزيد واحدة قر ثالت غادي ندير نفس نفس العملية ديبليكيت لاير اوكي ونحركو باش يعطيني ثلاث مربعات جنبا لجنب الان سالينا من المربعات غادي نشوفو الادات الاخرى اللي هي اه الدائرة الدائرة هنا الى ارسمتها فهنا كان رسمها كالديفورما ما كتبقاش دائرة كما هي معروفة بنفسه بنفس الشعاع او عند نفس القطر فهلا بغيت ندير هاد المسألة هذي كان مع التحريك كان نورك او الا تنكليك على واحد البوتان شيفت اللي فيها واحد السهم طالع الفوق وهي تتعدل الراسعة فكما الى كتبرسك يقام حافظ دائما على نفس القطر يال فانا غادي نخليها غير قد تقريبا هذك فنطلق من الاسوري وهي غادي ترسم ويمكن لي نضيف ذا طبقة لان ذا طبقة ثلاثة كي يخصوا غير مربع ذا بغا نضيف طبقة اخرى اللي غادي نضير فيها الدائرة ونجي لونها ونبدلو بنفس الشكل اللي درنا اللون مثلا نختار هاد اللون السماوي ونعمرها ونمشي كذلك وهكذا غادي نكون رسمت واحد دائرة ونقليكي باش نحركها وفق ما اراه مناسبا كذلك هنا غادي نفس مسألة ونحركوه حتي يكون تحت المربع الثاني ونفس المسألة غادي نضيرها في القالك الثالث ونجيبوه تحت هاد المربع هنا ونكونو سلينا الدائرة ونجيو نحدثو او نكريو واحد القالك جديد خاوي وغادي نجيو نشوفو هاد هاد الخط اللي قلنا اوفقي إلا كليكينا عليه برناك لاحطو الخط كيعطي اوفقي كيمكن اللي نحركو في مما بغيت ونضيلو هكذا فهدا إلا جينا نعمروه بواحد اللون ما غاديش يبنى هنا كنجيو الواحد طريقة اسميتها اللي في المنو اسميتها ايديت اديسيون ديال هاد الادات لديسيون ديال هاد الادات او او اه ا او اليديسيون العربية ايه مثلا اعني التغيير او 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 اللاعب فادالادات هذه كنو هندير انا بغيت ندير فيل بغيت نعمرها بلون هندير فيل هي الملء انجليزية فيل او غامل هي الملء فيل ونختار اللي لاحظته هنا في نجات هاد المسألة اللي قلت لكم قبولة ديال جوج الالوان هنا كان هو هو اللون الامامي وكان هو اللون الخلفي اللي ابيض او هنا اللي بغيت نختار دابة حاليا متنا نختار هاد اللون متنا من احمر شفاف ونكليكي على اوكي ونضير ديسالكت هنا غايكون تعمرنا اللون لباش نكبروه كيف ما بغيناه نجيو هنا الفوق ونضيرو فري ترانسفورم يعني ترانسفورماتيون ليبر كنكليكي عليها تعطينا هنا واحد المقابض كنسحب اما الاعلى او الاسفل حتى يتبينينا المقاصد هاد وهنا غايكون كي يبنى الشكل كيمكن لي نصغره كيف ما بغيت مثلا نجيبه هنا او هنا او نخليه احتى شد العرض بتاع الورقة كاملة فهنا كذلك كيمكن لي ندبليكي بنفس الطريقة ثلاثة المرات ندير ادت التحريك هنا بطوش شوية هكذا غادي نكون جزء ثلاثة المستطيلات الآن غادي ندزو المستطيل العمودي ونحدثو واحد الكالك دائما نضان طبقات نحافظو عليه ونجيو لهكا ونرسموه كذلك غا يعطيني نفس الشكل غا يبقالي انني نملأه ماشي بهاد السطل وانما غادي نعملأه بالقضية ديال فيل الملأ ديالو ونختارو اللون اللي بغينا كما قلنا فور جراون ولا باكراون ولا كولر انا نختار كولر لاش يعطيني اختيار ونختار اللي بغيت من هذا الى حركت انك يعطيني الالوان المشقة ديال الالوان فانا غادي نختار مثلا هذ اللون الاصفر ونضر اوكي هنا غا يكون عمر غيمتي بنش ولكن بنفس الطريقة غادي نمشي ونضره اديت فري ترانسفورم وغادي نكبره بشكل اللي بغينا ونبطو هذي حد هنا ونوروك على اوكي ونحايدو لا سيلكسيون في دي سيلكت وكذلك بنفس الطريقة غادي نسخوها ثلاثة المرات نسخوها ثلاثة المرات ثلاثة المرة وعاد نحركوه من بعد كل واحدة على حيدة هاي الفقانية الطبقة الفقانية طبقة اللي كانت تحت منها وهكذا غادي نكونو سلينا مع هاد الادات التانية اللي كترسمنا المربع والدائرة والمستقيلات واندوزو الان الواحد الادات اللي هي دي السيلكسيون يعني اداة التحديد هنا التحديد من فهم الاخر ماشي المفهوم ديال ليش نادا بعد ان الادات متاع الرسم هذي هذي اداة التحديد وهذه اداة التحديد تاية فيها ثلاثة الخصائص الاسوتول والبوليغون والمانياتيك الاسوتول احنا غادي نشوفها هنا غادي نمشيو السيلكسيون متاع هاد المربع مثلا يلا لاحظتو فاش كنكونو هنايا مقشرين على هاد المربع باوتو سيلكسيون يعني يذي السيلكسيون اوتوماتيك يعني فاش نكليك على واحد الكالك واحدة واحد طبقة من هاد طبقات اللي مرسوم فيها هاد الشيء اوتوماتيك موك يمشي هو كيختران نشوف دابا انا كليكيت على المربع اللي في ليمن ومشاك ذالي الى كليكيت على هاد المستطيل العمودي الاصفر اللي الاخر اخر طبقة غادي يتلع مباشرة غاية شوف نورك هو اختران نايف طبقات انا بغيت دابا نعدل على هاد المربع هنكليك عليه هوا مشاك الطبقة هنكي بينا راحنا واقفين في الطبقة هاد طبقة اللي مرسومة بالزرق راحنا في الطبقات المربع الثالث فهنا غادي نجيو لهاد اللاسو تول وانشوفو شنو كيعقين هاد اللاسو تول خاصنا نكليكي ونبقى غادي بالماوس يعني بلاسوري او بالفقرة بزر الفقرة اللي احطو بحل الفري هاند يعني بحل يعني بحل يعني بحل اللي كان نرسم بيدي اللي احطو الشي بحل اللي كان نرسم بيدي ولكن دائما الى اطلقت دائما خاصني نسد وحتى الى اطلقت فشي بلاسة هو اوتوماتيك مون كيمشي لي النقطة الاولى اللي بديت فيها وكي يسد الفورم اللي اللي ارسمت وهنا حتى هاد الفورم اللي ارسمت حتى هي خاصني نديرها في النوفو كالك غادي نضيف واحد الكالك فوق هذا هو تاويم كلي اللونو بهاد الادات او بالفيل تنجوش ديال الطرق اما ايديت ندير بالفيل او لاباد الادات وناخد اللون اللي بغيت مثلا ناخد الغوز وغادي نملأ ونلاحظوا كيفاش يملأ لهذا طرقها وهم عدن مسألة اعتباطي يا درناوى لكن غاحتى يتوضح لنا كيفا يتمو الامر من خلال هذه الادات الادات التحديد هادا كيمكننا نحايده ما عندنا ما نديرو به غير فقط لتوضيح سيبريمي هي هكينا هنا يلتحت واحد اد واحد لا شكو اسميه القومامة هنا لابوبال ديليت بلا لاحظتوك تكتب ديليت لاير يعني سيبريمي نقلق عليها وتتمشي نقول لي ونشوفو الادات الاخرى بوليغونال اللي تتمشي بوليغونال يعني بوليغون كتمشي بوليغونال يعني كتمشي بوليغونال يعني كتمشي بالقيطة على وانا نقول وما ستمشي بالفيهاند كتمشي بالقيطة قطعة 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 وغادي نشوفو كيفاش كيتم هاد الامر لاحظو الشي هنما كنمشيش هنا ماتنة Liberty س 있으니까 إذا بحليك الرسم بيديونما نورك ونطلق ونشوفو فين بغيت نقاط النقطة التانية ونقاط نقاط نقاط نويغونال عطا نسوة الشيخ غا نكليك في بره ماشي بحل ثري هاند كيش دلك هو اوتوماتيك من نقطة البداية لا احنا كنحدد النقطة ديال البداية ويعطي ناحية السيلكسيون وكذلك هادا حتى ونوضعه في طبقة مستقلة وكيمكننا نوضعه له اللون وندلو دي سيلكت وهكدا غدي نكون حصلنا على هات الشكل بعد الادات وكيمكننا نحركوها ونرجعو لها لادات التحريك وندلو نحركوها في مما بضينا. حالة كده مثلا. واحدتين هاد جات بحاشي ارضية ووقفين عليها هاد الاعميدة. هنا غادي نكو نوصلنا لهاد الادات ديال الخاصية التالتة فادي الادات هو هي اداة المانياتيك لاصو هاد المانياتيك هي من خلال اسم دياله كدنا انها مغناطيسية يعني في مكان شي حاجة كيتشد فيها في مكان شي لون كتشد فيه. فانا غادي نوركو هنا ونجيو لهاد المربع شوف غيرا نحن نحطه شي كي قاوته بعدها بغيك انا غيجر لسوري وتبقى تبع اللون. شور راسو كيتباع. ولكن ما خصناش نبعده بزاف لانا لا لقاشي لون. مثلا الابيض غادي شد فيه. فاحنا كنحاولو نمشيو معا مشيو مع اللون اللي احنا باش هو اسمي اداة التحديد باش كنحددو احنا واحد المسألة بغينا احنا. معتلا واحد صورة عايش بتني في اشي حاجة بغيت نحدد هيديك الحاجة. كخصنين نشي بيعاها بالتدقيق. ولو ان هاد هاد الادة هي متعبة وصعيبة في الزغط ديال التركيز من بعد هدي ندزل واحد الادة اللي هي معروفة ديال الريشة. ديال وياللي كيشغل بيها الاغلبية لانك تمكنك باش تحركها كيف مما بغيت. فهنا هادي كيمكننا نرجع دائما كنترول كنترول زيد. او نديرو اي شعب مرة ونعودو نفس الطريقة. راح تشوف دا بغادي نمشي مع هاد اللون نحاول ما نخرش على الايطار حتى ياخدنا نفس اللون اللي بغيت. بغيتش نطف درجان البيض باش ما ياخد ليش البيض. وكان نرجع للنقطة البداية وهكذا يكون حدد بحال ونزيد بر واحد الكالك ونعمرو باللون البنفس الجي. دي سيلكت ومنين جي نحركو غادي القراسي ارسنت قريبا موربع بنفس العبار. هاد الادات ما كت تصلحش في هاد هذه الطريقة لكن احنا غي بغينا نبضحها انها كتصلح. انا بغينا ناخده واحد الشكل. عجبنا مثلا من خلال واحد صورة بغيت ناخده. لكن هذه كماشي طريقة عملية. المهم احنا قصنا نعرفو كل حاجة لاش كتصلح. الان غادي ندزو الادات اللي هي. الكويك سيلكشن يعني سيلكشن غابيد او لا. الماجيك واند اللي هي الباغات ماجيك. اللي كيمكننا. اللي كتسيلكشيونينا. ماجيك مان كيمان قولو. يعني سحريا. تحتاج بعض الاحيان. اغلب الاحيان وكان نحتاجوها. سيكون عندنا واحد اللون. لون واحد. ما تكون الالوان بزاف. وإلا كي تشتت. هادي نشوفو كيفاش. هادي ناخدو هاد الخاصية الاولى اللي هي كويك شيلكشن. سيلكشن. وإلا لاحظو فاش غادي نورك هنا. شوف شنوتي ياخد لي واحد اللون. انا غادي ندير طبقة كويك شيلكشن. لا لاحظو فاش كتخدم. فاش كتكون الطبقة اللي واقف عليها. بحال ما انا كنت واقفت الطبقة ديال المربع البنفساجي. فاش درت الكويك شيلكشن. خدا. خدا الشكل. فما يمكنش نكون واقفت طبقة ونمشي نبغين ندير طبقة ندير سيلكشن على واحد طبقة مثلا انها مربع الاول في بورتقالي. فما غاي اعطينيش بحط. في اعطيني السيلكشن بشكل. اذا هنا خصني يكون دائما في الطبقة المحددة. بحال ده باعي لا جيت قدرت ادت تحريك. ووركت على هاد المربع البرتقالي الاول. هو غاي حدبلي الطبقة هنا يمكن مباشرة كي سيلكشنينيه. وكذلك حتى هاد الماجيك واند تاية كتبير نفس المسألة. ديسيلكشنينيه وغادي نجيو نفس المسألة هنا دائما كي يخترنا اللون انيك فاش يكون اللون واحد. وهنا غادي نكونو وصلنا نهاية هاد الدرس شفنا فيه ثلاثة الادوات والخصائص ديالهم. وان شاء الله في الدرس المقبل غادي نكمل ما بدأناه. ونكونو وصلنا اخذينا ثلاثة انتاع الادوات وقالنا الادوات الاخرى نشوفوها ان شاء الله في الدروس المقبلة باذن الله تمنى يكون عجبكم هاد الدرس وتكونو تفعلتو معه وفهمتو هاد الادوات وفهمتو كيفاش يخدم النظام ديال نشوفو تشوفو الطبقات وان شاء الله نكملو في الدرس المقبل. سبارك الله عليكم فرجاء طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اشتركوا في القناة